السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحصة السابعة من الوحدة الخامسة وحدة مظاهر حياة الحيوانات من كراسة الأساسي في النشاط العلمي قبل بداية الفيديو فضلوا ليسا الأمرا من تصلوا للقناة لأول مرة الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم دائما الجديد ولا تنسونا من بصامتكم والمشاركة مع أصدقائكم لتعم الفائدة عنوان درس اليوم بماذا تتناول الحيوانات أغذيتها بماذا تتناول الحيوانات أغذيتها الأهدف التعلمية من هذا الدرس أميز الحيوانات حسب طريقة تناولها للأغذية إذن أميز الحيوانات حسب طريقة تناولها للأغذية أتعرف أن بعض الحيوانات لها أسنان وأخرى لها منقار ونتعرف أن بعض الحيوانات لها أسنان وأخرى لها منقار أتساؤل وأفترض لاحظوا بداية لاحظوا معي طائر يلتقط سمكة هذا الطائر يلتقط سمكة إذن ماذا يستعمل هذا الطائر لتناول غذائه ماذا يستعمل؟ يستعمل منقاره إذن التقط السمكة بمنقاره إذن هذا الطائر يتناول غذائه بوسطة منقاره إذن ما هو السؤال التقصي؟ بماذا تتناول الحيوانات أغذيتها؟ وكالعادة سأشارك معكم لإفتراض شفياً تتناول الحيوانات أغذيتها إذن تتناول الحيوانات أغذيتها هناك بعض الحيوانات التي تتناول أغذيتها بواسطة منقارها كالطيور مثل الطيور الطيور تتناول أغذيتها بواسطة منقارها أو منقارها وهناك بعض الحيوانات التي تستعمل أسنانها في تناول أغذيتها مثل الماعز، الأرنب، الذئب، الأسد هذه بعض الحيوانات التي تستعمل أسنانها في تناول غذائها وهناك بعض الحيوانات التي تستعمل لسانها تستعمل لسانها لتناول أغذيتها مثل الضفدع والحرباء الضفدع والحرباء يلتقي طاني الحشرات بواسطة لسانهما الطويل إذن والزرافة أيضا تتناول غذائها بواسطة لسانها ولنتحقق من هذه الفرضيات التي شاركت معكم تول سنقوم بإنجاز الأنشطة الموازية لهذا الدرس أتحقق، أتحقق دائما من الفرضيات أبحث عن عضو تناول الغذاء عند الحيوان ثم أصله بالصورة المناسبة لدي هنا زرافة أسد حرباء لقلاق والثعباء لاحظوا معي الزرافة بماذا تتناول غذائها؟ تتناول عضو تناول الزرافة لغذائها واللسان إذن صورة الزرافة سنربطها باللسان أما بالنسبة للأسد فالأسد يستعمل فكيه فكيه وأسنانه إذن الأسد يستعمل الفك والأسنان لتناول غذائه أما بالنسبة للحرباء فهي تستعمل الحرباء تستعمل لسانها لالتقاط غذائها إذن الحرباء تستعمل لسانها أما بالنسبة للأقلق فالأقلق يستعمل من قاره اللأقلق يستعمل من قاره لتناول غذائه أما بالنسبة للثعبان الثعبان يستعمل فكه الثعبان يستعمل فكه في تناول غذائه إذن الزرافة تستعمل اللسان الأسد يستعمل الفكة والأسنان لتناول غذائه الحرباء تستعمل لسانها اللقلاق يستعمل منقارة والثعبان يستعمل فكة إذن نستخلص من هذا الدرس تتناول الحيوانات وأغذيتها باستعمال الأسنان أو اللسان أو المنقار تتناول الحيوانات أغذيتها بالأسنان أو اللسان أو المنقار ويمكننا تصنيف الحيوانات حسب العضو الذي تستخدمه في التغذية يمكن تصنيف الحيوانات حسب العضو الذي تستخدمه في التغذية كلمات مهمة أسنان منقار بك أكتب رقم الطائر في الخانة المناسبة لاحظوا معي هنا لدي طائر هذا الطائر اسمه طائر الطنان طائر الطنان الصورة الثانية هي صورة لسقر الصورة الثالثة هي صورة لنقار الخشب إذن من هو الحيوان الذي يقوم بتمزيق اللحم بين هذه الحيوانات إذن السقر هو الحيوان الكاسر الذي يتغذى على اللحم ويمزقه بواسطة منقاره إذن سأكتب الرقم اثنان منقار يمزق اللحم هو منقار السقر طائر السقر إذن اثنان منقار يبحث عن الحشرات هو منقار ماذا قلنا اسمه هذا الطائر؟ نقار الخشب تذكروا معي نقار الخشب اسمه هذا الطائر نقار الخشب يبحث بواسطة منقاره عن الحشرات إذن منقار يبحث عن الخشب هو رقم ثلاثة منقار نقار الخشب منقار يمتص الرحيق لاحظوا معي الصورة فهذا الطائر طائر الطنان يمتص الرحيق من الزهرة إذن الصورة رقم واحد هي للمنقار الذي يمتص رحيق الزهرة وهي لصورة الطائر الطنان إذن واحد الى هنا نكون قد وصلنا الى نهاية الدرس اليوم اضرب لكم معيدا في درس قادم قبل نهاية الفيديو هنا بد نقول لكم إذا كنتم عطلع عليكم شوية تلبو مني السفحة اللي بغيتو إن شاء الله وغادي نشارك معكم وكنظن أنني معاكم في يعني راني سبق الأسيتي دا شوية إن شاء الله الحسة القادمة قد تكون دير أنشطة التقويم والدعم ديال الوحدة الخميسة وغادي نشارك معكم كذلك في أقرب وقت استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه مع السلامة